آدم اليوم ما عرفش السبب انه شخصية تهاجم بكل الاشكال وانا كنت في يعني في كده مكان في الدول العربية يعني واستغربت انه الهجوم الكاسح على شخصية آدم هل هو شخصية حقيقية ام اعتبارية او شخصية وهمية ايه الفكرة من وراء موضوع آدم وليه اهميته بالنسبة لنا ده مهم جدا يا سيس نيزار لانه في آدم الاول وآدم الاخير فاحنا سقطنا كمجموعة بشرية في آدم الاول بالسقوط فمحتاجين آدم الاخير اللي هو الرب يسوع عشان يحيينا مرة تانية فلو هديت آدم الاول بتكون النتيجة انه آدم الاخير ما بيكون لهش عمل انا عايز اقولك الهد مزبسش في آدم العالم عايز يلغي الاربع حاجات الاولانية الخلق والفساد دخول الخطيئة للعالم والكارثة والطفان لو برج بابل لو نهيت دولة التلات حاجات اللي بعديهم مجيء المسيح والخلاص والاكتمال ما يبقى لاش معنا فده اللي العالم عايز يوصلهن لكن احنا عندنا السبع حلقات اللي بتحكي تاريخ البشرية تعالي اكلمك عن آدم وعايز احط الصورة دي قدامنا لانها مهمة هي معقدة بس انا هبسطها جدا جدا بتبتدي في الاول خالص بآدم زي ما احنا شايفين هنا وبعدين اللي من فوق بالأحمر تمام وبعدين شيث وبعدين بيبتدي تسلسل لحد ما يوصل لنوح وبعد نوح بيوصل لإبراهيم وبعد إبراهيم بيوصل لداود ومن داود عائلة داود بيبقى فيه فرعين فرع للسيدة العذراء مريم اللي هو بالأزرق واللون التاني دا ليوسف الصديق عشان كده لما نقرأ في أنساب المسيح في متة وفي لوأة نلاقي فيه أسماء مختلفة لان في متة بيتكلم عن نسب يوسف الصديق النسل الملوكي النسل الملوكي وفي لوأة بيتكلم عن نسل السيدة العذراء مريم وبيرجع لآدم وبيرجع لآدم تمام لان كله في النهاية لازم يرجع لآدم فالمشكلة بقى زي ما حضرتك قلت أنهم بيهجموا خلق المتميز لآدم على صورة الله وشبهه وبيقول نحن جينا من جد تخيلي أعظم فرع تفرع للأرود والنسانيس وفرع تفرع للإنسان فالهجوم شارس جدا وعلى فكرة ده ملوكي أساس علمي ده موضوعات كبيرة ملوكي يعني غير منطقي وصورة في التعبير يعني مع كل احترامة نوع من الغباء للأسف ده حتى داروين اللي هو بيتكلم عن النشوء والارتقاء أو أكتر واحد عمل انتشار لهذه الفكرة بيقول إزاي أسد أن عقلي الحالي البشري يحكم على أي حاجة صح لأنه لو هو متطور من إرد ما كانش عنده مورال ستاندرز ما عندوش أخلاقيات وما عندوش قدرة على التفكير إزاي أنا أسد أني ده مصدر عقلي اللي بيديني القرارات في الوقت الحالي أنا عندي الكوتيشن ده الاختباس ده من مراسلات بتاعة داروين فاللي عايز أقوله أني نسب المسيح ووجود آدم ده شيء مهم جدا 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 لأنه من غيره هتنهار كل فكرة الخلاص لأنه إحنا سقطنا في آدم ونحتاج أن نعود مرة تانية في المسيح فتعالي أوريك في الصورة اللي بعدها لو قلنا أني آدم متافور يعني رمزي مجرد رمزي أو مجازي وأنه ناس يقولك ده مجموعة بشرية وناس يقولك حاجة غريبة الحقيقة نزار يقولك أنه واحد من الأرود المتقدمة الرب كلمه ومن لحظة ما كلمه أصبح آدم فهو نايم على أساس أنه إرد تاني يوم بقى إنسان شيء غير منطقي وغير علمي بالمرة يرسب ضعف إلى الله بالضبط ومالوش أساس علمي ده عبارة عن افتراضات غير منطقية من الأساس وبعدين لازم حواء تزعر في نفس الوقت عشان يبقى فيه أسرة ويبقى فيه خلف يعني كل الحكاية فيها مشاكل علمية لا نهائية فلو آدم شخصية اعتبارية يبقى ابنه شيء شخصية اعتبارية يبقى نوح شخصية اعتبارية يبقى إبراهيم شخصية اعتبارية يبقى داود شخصية اعتبارية يبقى المسيح شخصية اعتبارية وبهذا ننكر طبعا اللهوت وننكر وحي الكتاب المقدس وطبعا الحبل على الجرى لكن السؤالة ننتكلم عن آدم بالنسبة لنا كمسيحيين أي الأدلة اللي ممكن نعطيها أو نقدمها للي بيسألونا عن شخصية آدم إنه هو مش شخصية وامية أو شخصية اعتبارية اللي بنقدمه هو إنه آدم كرأس البشرية فيه 46 كروموسوم في الخلايا بتاعته وإحنا عندنا 46 كروموسوم فكل الناس للبشري مكون من هذا وأنا بدرس أحياء زمان خالص في سنوي كان يقولون فيه الجنس القوقازي والمنغولي والزينجي والحاجات دي كلها عملوا حاجة اسمها مابينج للهومان جينوم يعني عملوا الخريطة الجينية بتاعت كل المجموعات البشرية من كل مناطق العالم والعلماء دول ما لهمش علاقة بالإيمان المسيحي بالمرة في سنة 2000 طلعوا بالقرار وقالوا كلنا جنس واحد وان ريس بالزبط اللي بيحكي عنه الكتاب قلت له شكرا أنا أعرف كده من تكوين أصحح واحد ومن أعمال 17 طبعا طبعا بس اللي قصدي أقوله أن هم عملوا الخريطة الجينية لكل المجموعات البشرية ووصلوا لاستنتاج اللي الكتاب المقدس قال عليه من زمان وهو أننا كلنا جنس واحد ودي اسمها مجموعات بشرية ما فيش حاجة اسمها أجناس فده أحد الأدلة العلمية اللي نقدمها لشخص بيتشكك في أني آدم شخصية حقيقية اشتركوا في القناة